طيب فضل الشيخ يعني ما أقسام الشرك؟ الشرك له أنواع فما هي أقسام ذلك الشرك؟ وأنواعه التي يخشى على المسلم من ذهاب الإيمان وحبوط العمل إذا هو وقع فيها بارك الله بكم الشرك في الأصل ينقسم إلى قسمين إلى شرك أكبر وشرك أصغر فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة وهو ربعة أقسام القسم الأول شرك في العبادة كمن يصرف شيئا من عبادته لغير الله سواء كانت صلاة أو صياما أو نذرا أو ذبحا أو غير ذلك فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة القسم الثاني من الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في الدعوة وهو الاستغاثة بغير الله ونداء غير الله والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك شرك أكبر مخرج من الملة والقسم الثالث الشرك في التشريع وهو أن يكون للإنسان من يحل ويحرم غير الله سبحانه وتعالى فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة القسم الرابع من أقسام الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة أن يكون للإنسان صنم أو ذن يحبه كحب الله فيتعلق به فهذه الأقسام الأربعة بيّن الله أنها من الشرك الأكبر المخرج من الملة فالقسم الأول الذي هو الشرك في الإبادة بيّن الله سبحانه وتعالى خطره في قوله ذلكم الله وربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماوا شركاً ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل الخبير والثاني في الإبادة بيّن الله سبحانه وتعالى خطره في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا في الدعوة يقصد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أذام يضاعف له العذاب ويوم القيامة ويخلود فيه مهانة وقسم الثالث وهو الشرك في التشريع بيّنه الله في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين وكذلك في قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقهم فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ويقول تعالى ولا تقولوا لما تصف أرسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأما شرك المحبة فهو المبين في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله فهذه الأربعة هي أنواع الشرك الأكبر